بيبدأ المسلسل مع طبخ اسمه جانجي ولي بنشوفه هو في مقابلة صحفية وده لانه اصغر طبخ في الاصر الرئاسي وبنعرف ان ده كان حلمه من زمان ومش بس كده لكنه كمان بيطبخ منه هو عنده 12 سنة وعشان كده هو طبخ مهر جدا وبعدها بنشوف جانجي هو بيطبخ للسفير الصيني واللي بيظهر انه عنده حساسية من السمك لكن جانجي بيبقى وثق جدا من نفسه وعشان كده مش بيهتم بكلام مساعد السفير واللي بيعجب جدا بالاكل لكنه فجأة بيلاقي حتة حدي ده في بقه في نفس الوقت اللي جانجي بيكون فيه مع واحدة وبيظهر انه بيحب الستات جدا وبينادي عليه الحراس وبيبقى مفكر انهم عايزينه يكلم السفير عشان يشكره على الاكل وبعدها بنشوف شرطيين هما وقفينه قدام بيته وبيخبطوا عليه لكن جانجي بيبقى عامل خاصية على تليفونه وبصوت كلب بينبح عشان يخاوف اي حد يقرب منه ولما بيفتح الباب مش بيعايز يفتحه كله عشان الشرطة ما تقبطش عليه وبيقولهم ان هو هتحمل مسؤولية اللي حصل واستقال خلاص وفي الوق ده بيظهر رئيس الموظفين واللي بنعرف ان هو اللي حط الحديثة في الاكل عشان يطرد جانجي ويوظف طبختان يغيره وبيعرف جانجي المخطط ده لكن مش بيبقى مع دليل وفجأة الشرطة بيفتح الباب وبيحاولوا ويقبضوا عليه لكنهم بيفشلوا وده لان جانجي بيدخل البلكونة بسرعة وبيقفل عليه وبعدها بيحاولوا ان يهرب بالبلكونة البلكونة الجرين لكنه مش بيعرف بسبب انه كان هيوقع لولا ان الشرطين لوحقوه مسكوه وفجأة طير بيعمل حمام على قديل ف وبيتقرف جانجي وبيعمل البلكونة في حمام السباحة وساعتها بيحس انه هيموت وبيبقى مداء جدا لانه مش يقدر يرتبط بالستة التاني وفجأة بتظهر واحدة في حمام السباحة وبتبقى لبسة لبس العصور القديمة وبتقرب من جانجي وبتبوسه وبعدها بشوية بيفوق وبيلاقي نفسه في قودة غريبة لكن بيظهر ان التصميم بتاعها قديم وبيبقى مبسوط جدا انه لسه عايش وبعدها بيعمل التمارين الرياضية اللي متعود يعملها لكنه بيستغرب نصحته كويسة على الرغم ان الحادثة العملة كانت كبيرة وبيستغرب اكتر لما بيحسس على دراعه وبيلاقي ان عضلاته اختفت فبيبص جانجي في المراية وبيتصدم لما بيلاقي شكل ستة قدامه وبيفكر انه بيحلم لكنه بيحس انه شاف الستة اللي في المراية قبل كده لكنه مش بيقى فاكر هو شافها فين لحد ما بيفتكر اللي حصل في حمام السباحة وساعتها بيبدأ يتكلم وبيتخض لما بيسمع صوته وفي الوقت ده بتدخل هونج يوني اللي خدم عليه وبتتكلم معاه باحترام وبتبقى مبسوطة ج جدا وبنعرف ان روح جانجي سكنت في جسم الملكة واللي واعت في البحيرة قبل جوازها من الملك بيوم في نفس الوقت اللي جانجي واقع فيه في المياه وبتحاول هونج يون انها تهدي الملكة وبتاخدها في حضنها فبيتبسط جانجي جدا لانه بيحب يقرب من الستات وبيظهر انه مفكر ان هو لسه في الحلم وبيستغرب لما هونج يون بتركع قدامه وبتعاية تعتذر له وده لانها ثابت الملكة قبل الحادثة وما كانتش معيها لكن جانجي مش بيسمعها للاخر وبيخرج من القوضة وبيلاقي خدم ك يفضل يجري لكن الخدم بيشوفوه وبيجري وراه وفجأة بيقف جانجي وبيدرك ان هو بقى في جسم ست فعلا وساعتها بيتصدم ومش بيقفهم حاجة وبيستغرب الخدمين من كلام الملكة اللي بتتكلم كأنها راجل فبتحاول الخدمات شوي ان هي تهديها وتخلي الدكتور يكشف عليها لكن جانجي بيرفض وبيهددوا انه هيتضره لو قرب منه فبيخاف الدكتور وبيتراجع وبيفكر جانجي ان الرئيس الموظفين هو اللي عمل في كده وعمله عملية وحاوله لست لكن بعد شوية بياخد باله من لبس الخدمين وبيسألهم ان كان رجع بالزمن وساعتها بيتصدم لما بيدرك انه فعلا رجع بالزمن وبيكشف الدكتور عليه وبيسأله عن السنة اللي تولد فيها وعن عنوانه فبيقوله جانجي انه تولد سنة 1988 وانه ساكن في سول فبيصار بالدكتور من اجابته وبيبقى شاف ان الملكة فقدت الزاكرة وبعد ما بيخرج بيسأل جانجي هونجي يونجي عن اخر حاجة الملكة عملتها فبتعايت الخدمة وبتعايت تذر لها فبيهديها جانجي وبيطلب منها نية تحكي فبتقوله الخدمة ان الملكة قالت لها ان هي هتناموا عشان كيا سابتها ومشيت ووقتها يقبل تيونج اخو الملك الصغير وهونجي صاحبه ولساعتها سمعوا صوت جاي من ناحية البحيرة ولما رحوا هناك لقوا الملكة غرقانة فيها فبيجي الجانجي فكرة وهي انه يروح البحيرة ودل انه اكيد هيرجع لجسمه تاني لما ينزل فيها ودل ان جسمه تبدل مع الملكة في نفس المكان وبعدها بيجهز عشان يروحوا البحيرة ومش بيبقى مرتاح في لبس الملكة وبيحاول انه يمشي الخدم عشان يعرف ينزل في المياه لكنه بيفشل واول ما بيشوف البحيرة بيفضل يجري وبينط فجأة وساعتها بيقع على الارض وهدومه بتتبهدل ودل ان الملكة الكبيرة امرت الخدم بينهم يصفوا المياه في البحيرة بعد الحادثة اللي حصلت للملكة فبيحبط جانجي جدا وبيزع للخدم لانهم بيكلموا برسمية وبيتفاجئ لما بيعرف ان جسمه تبدل مع جسم الملكة المستقبلية وبيحس انه هيتجنن ومش بيقفهم سبب اللي حصل وفي الوقت ده بنشوف الملك وفي الاستراحة بتاعته وبيعجب الخادمات بي جدا وبيف تركز جدا وبنرجع لجانجي واللي بيدرك ان منصب الملكة هيفيده وبيقمروا الخدم ان هم هيرجعوا البحيرة تاني لكنه بيتفاجئ لما تشوي بترفضوا بتعرفوا ان ده امر من الملكة الكبيرة نفسها وفي اسناها ما بيتكلموا بتظهر خدامة واللي بتقع بالغلط وبتوقع المياه في ادها على الملكة وبتترعب الخدامة وبتركع قدامها عشان تسماحها وبيستغرب جانجي جدا ومش بيبقى فاهم حاجة وفي الوقت ده بيشوف الملك الملكة وبيعرف ان هي فاقت وصحيتها بقت كويسة كمان وبي بيشوفوا جانجي بيعرف ان هو الزعيم فبيفضل يجري عليه وبيخالي الخدمين كلهم يجروا وراءه وبيستغرب الملك من الطاقة اللي عند الملكة واللي بتقرب منه وبتقوله ان هي عايزة في حاجة مهمة فبيتقرف الملك من رحتها وبيطلب منها ان هي تغير هدومة وتستحمى لان ما ينفعش ان الملكة هتبقى بالهيئة دي فبيقاطع جانجي وبيقوله انه مش عايز يسمى اقتباسات دلوقتي وبيطلب منه انه يرجع البحيرة تاني بما انه الملكة فبيرفض بسبب اوامر الملكة الكبيرة وبيقول لها انه مش ي قدر يعصي اوامرها فبيستغرب جانجي وبيفكر انه الملك فبيتحرج الملك وبيقول لها انه كمان مش عايز يرجعها فبيحبط جانجي جدا وبيطلب منه انه يقنعه بالمنطق لكن الملك بيفضل مصر على رأيه وفي الوقت ده بيلاحز جانجي الكتاب اللي بيقراه وبيعايز يفتحه لكن الملك بيمنعه فبيستغرب جانجي وبيفضل يشد منه الكتاب وبيتدائل الملك من تصرفات الملكة وبيطلب منها ان هي تسمع كلام جوزها وما تعسيش اوامره فبتضحك الملكة وبتقوله ان ه هم مش في عصر جوزن فبيستغرب الملك وده الانون في عصر جوزن فعلا فبيتدخل مساعد الملك وبيفكر انه مفروض يقابل المسئولين فبتتراجع الملكة وبتقوله انها خلاص هتسيبه عشان يشوف شغله لكنها بتمثل عليه انها بتمشي وبترجع بسرعة عشان تخطف الكتاب من غير ما يلاحظ لكن الملك بيلحقها وبيشده منها وبيرمي للمساعد بتاعه وفي الوقت ده بتشوف الملكة محتويات الكتاب قبل ما المساعد يمسكه ويرميه في المياه وبيمثل الملك انه بيزع للم وساعد بتاعه عشان باوس كتابه لكن جانج بيبقى فاهم اللي هو بيعمله وبعدها بيطلب الملكة العربية عشان يروح البلاط فبتحاول الملكة ان هي تركب جنبه وبتقوله ان الاصر كبير جدا لكن الملك بيزقها وبيقولها ان العربية مش بتاخد غير واحد بس وبيطلب منها ان هي تستحمى وفي الوقت ده بنشوف واحدة من الخدمين وهي بترقبهم وبعدها بتظهر الملكة الكبيرة واللي بنشوفها ويبتعمل مساجل وشاه عشان ما تكبرش في السن وبيكون معها جوة اخوها وبيسمعهم الاتنين كلام الدكتور واللي انها شخص تاني فبيحذر جوة الدكتور ان يقول الكلام ده لأي حد او انه ينتشر في الاصر وايلا هيقتله فبيخاف الدكتور جدا وبيوافق وبتعترض الملكة الكبيرة على جواز الملك من سيونج ودل ان حالتها مش كويسة لكن اخوها بيقنعها وبيقولها ان هما يفكروها بكل حاجة وبنعرف ان الملكة بنتخوا جوة وان هما عايزينها تبقى الملكة ودل انها من عائلة الملكة الكبيرة واللي بتكون جدة الملكة وكمان بيبقوا عايزين يمنعوا الملك من انه يتجوز جين المحظية واللي بتكون من عائ الكبيرة قتلته بسبب انه كان عايز ينهي فساد عائلتها وفي الوقت ده بتعرف الملكة الام ان سيونج فقدت ذاكرة وبتتبسط جدا وبتفكر ان التعويزة اللي عملتها هي اللي نجحت وفي البلد بنشوف الوزراء وهم مختلفين مع بعض وبيطلبوا الوزراء اللي من عائلة الملكة من الملك انه يحقق في الحادثة وبيتهموا جين بان هي اللي عملتها ودل ان رئيس الطباخين شافة عنده البحيرة وقت ما الملكة وقت في المياه فبيتحكي الملك وبيعرفوا من جين يومها كانت عنده وانها ما خرجتش من ق وبيطلب من الوزراء انهم يحضروا لجوازه من الملكة في اسرع وقت ويرجعوا المحظية بتاعته الاصر كمان يسيطروا على نفسهم وما يتخنقوش عشان يعرفوا يهتموا بشؤون البلد وبعد الاجتماع بنشوف الملك وبيعتذر عن تأثيره للملكة الكبيرة واللي بيظهر انها مسيطرة عليه وعلى كل حاجة في البلد وبيتبسط الملك لما الملكة الكبيرة بتمدحه وبتقوله انه بيتطور وبقى عارف يتعامل مع الحكومة كويس وبتقوله ان هي هتدور وهتعرف ملي كان عايز يقتل الملكة وبتط يعرف ان عائلة جو معتمدين عليها عشان يخلوا الملك في صفهم عكس عائلة كيم واللي بيبقوا معتمدين على الملكة وفي الوقت ده بنشوف جو هي بتكتب قصيدة وبتنامل خدامها اول على نفسها وساعتها بتغلط وبتبوز الورقة لكن جين بتعمل بلطف معها وبتصلح ليه عملته وبتقول عن القصيدة دي كتبوها سوا وفي الوقت ده بيدخل الحراس على جين وبيعرفوها بامر الملك وبيطلبوا منها ان هي تجاز عشان تروح الاصر وبتطبسط جين جدا لانها بتحب الملك وبنرجع لجانجو اللي الخدم بي بنظفوه لكنه بيبقى مجغول وبيدور على اي حل اللي هو فيه وبيسأل تشوي لو كان فيه بحيرات تانية وبيحبط جدا لما بيعرف ان الملكة امرت بجفافهم زي البحيرة التانية وبيحس ان ما فيش امل يرجع لطبيعته لكنه بيفكر في حل تاني وبيفضل يحط وشه في اي ما يتقبله لكن مفيش حاجة بتتغير وبيفضل زي ما هو وبيتعب جدا وبتفضل هونج يون جنبه وبتبقى حزينة على الملك وبتعيط خصوصا لما جانج بيسأل عن اسمها وبتعرف ان هي خدمت الملكة من ه هما صغيرين فبيهديها جنج وبيمسح لها دموعها وبتدخل تشوي عليهم وبتزعق لهونج يون اللي انها بتعيط قدام الملكة وبعدها بيحاول جنج انه يعرف العصر اللي هو فيه عشان يعرف يتصرف وبيسأل تشوي على اسم الملك لكنها مش بتردى تقوله ودال انه ممنوع يقوله اسمه ويكتبوه فبيلعب جنج معها لعبة وبيغني باسماء الملوك كلهم لحد ما بيعرف اسم الملك وبيتصدم لما بيعرف هو مين وبنعرف ان الملك اتذكر في التاريخ بالنغابي وانه عيلته تنفت وصغير بت تهمة الخيانة وفجأة بقى الملك ودلق انه الاغبة وبيفتقر للكفاءة وان الشهب كان بيعاني في عصره وفي الاخر مات وهو مريض وفي الوقت ده بيدخل الملك على جنج واللي بيبعد عنه لما بيحاول يلمسه وبيتصدم لما بيعرف ان فرح الملك على الملكة تاني يوم وبيفتكر جنج ان الملك زير نساء فبيخاف على نفسه وبيطلب منه انه يتكلم معه على جنب فبيوافق الملك وبيقرر جنج انه يعترف له وبيقوله انه راجل في جسم ست وانه بيحب الستات ومش مهتم برج وبيتبسط لما الملك بيقوله انه فهمه وعايزه وبيقوله انه كتب التاريخ ظلامته وبينادي الملك على الخدمين وبيطلب منهم انهم يناديه على الدكتور وده لان الملك حالتها صعبة وبيحضن الملك الملكة وبيعيدها انه يفضل جنبها على طول وبيحبط جنج وبيقوله انه كتب التاريخ ما بتجذبش ابدا وبيسيبه وبيمشي وبيستعرب الملك من تصرفات الملكة وبيبقى مش عارف يا بتخطط لايه وبعدها بيكشف الدكتور على جنج وبيبقى عايز يديله دوا بالعافية لكنه بيخب بالطب الغرب مش الشرقي. لكن الدكتور مش بيسيبه برضو وبيفضل يشممه في بخار كتير. وبيبقى عايز يحقنه بالقبر. فبيترايب جانج وبيمثل ان ذاكرته رجعت. لكنه بيفشل في الاختبار اللي الدكتور عملهوله. وبيقرر انه يستخدم السلطة اللي بقت عنده. وبيهدده انه هيعدمه لما يبقى الملكة. فبيخاف الدكتور وبيتراجع. وساعتها بيقرر جانج انه يكمل الجواز. ودل انه هيبقى الملكة. وساعتها اي امر الخدم انهم يرجعوا البحيرة دعيني. وتاني يوم بيصحب نوم وبيدخل الخدمين عليه عشان يجهزوا للفرح. وبيتخنق جانج من كل الهدوم اللي بيلبسها. وكمان من التاج اللي بيلبسه على راسه واللي بيبقى تقيل جدا. ولما بيحضر الفرح مش بيبقى عارف يتصرف وبيستغرب كل الحضور. وبتحاولت شوي انها اداري على الملكة وبيتخليها تنحاني غصبا عنها قدام الملك. وبنشوف والد الملكة وبيعيط وبيبقى حزين لانه يخسر بنته. وفي اثناء المراسم بيحس جانج فجأة ان قلبه بيدق اجامد. وبيشوف زاكرة الملكة قبل ما تموت. واللي بيظهر ان هيك بتحب الملك. ومش بيفتكر جانج غير الملك هو بيبص للملكة قبل ما تموت. وبعد الفرح بيتصدم لما تشوي بتعرفه ان الملكة لازم تحمل في وليه عهد. وساعتها بيفتكر جانج ليلة الزفاف وبيبقى حزن ودخل على ورطة. لكنه بيفضل يدهر على حل لحد ما بتجيله فكرة وهي انه يخلي الملك يسكر لحد ما ينام. لكن الملك مش بيبقى عايز يشرب. فبيحاول جانج انه يشجعه بيقوله ان يلعب مع لعبة. لكن الملك مش بقى فهم حاجة منها ومش بيردع يكمل. وبيقلع يدومه فجأة. وبيخاف جانج جدا لما بيقرب منه. وبيبدأ يستعد عشان يدفع عن نفسه. ويضرب الملك لو قرب منه. لكن الملك ردت فعله بتبقى سرع منه وبيلحقه. وبيقوله الملك انه هيطف الشمعة. وده لانه ضوء الامر كافي عشان يقدروا يشربوا عليه. فبيجدب جانج عليه وبيقوله انه كان هيدالك رئابته عشان يعرف يشرب. فبيضربه الملك بنفس الحركة. وبيفكر جانج انه قاصد لكنه بيكتشف انه معرفش حاجة عن الحركة لما بيدرب نفسه بيها. وبعدها بيبدأوا يشربه. ومش بيردى يشرب غير لما هي كمان تشرب معاه. وبيستهرب جانج لما الملك بيسيبه وبيدخل ينام. وبيطلب منه ما يعملش صوت لانه نومه خفيف. وبيضحك جانج وده لانه اكتشف ان الملك مش زر نساء ولا حاجة. ومع ذلك بيفضل جانج قلقان. وبيربط هدومه جامد. وبيتدايق من انانية الملك. وده لانه بينام على السرير كله واحده. وبيحاول جانج انه ينام لكنه مش بيعرف. فبيقرر انه يفضل صحي طول الليل وفي النهاية بيروح في النوم. وفي الوقت ده بيحلم الملك بكابوس. وبيشوف حد رقابته بتطقطع. وبيصحى من النوم مغضوض. وتاني يوم لما بيصحى جانج من انهم مش بيلاقي الملك. وبتسأل هونجيون الملكة عن شعورها في اول يوم. وبيتصدمه لما بتقوله من ايه حاسة بليش مئزاز. وفي الوقت ده بتلاحز الملكة ان هدومها مفكوكة. فبتتراب وبتخاف ان الملك كن هو اللي عمل كده. لكنها بترتاح لما بتقول لنفسها ان اكد هي اللي فكت هدومها وينايمة. بسبب ان هي مكادش مرتاحة. وفي الوقت ده بيكون الملك في قطه بيستغرب المساعد بتاعه لما بيدخل وبيلاقي موجود. وبيقوله الملك انه خرج بهدوء عشان ما يصحيش الملكة. فبيعرف المساعد بتاعه انه شاف كابوس. وبيقول الملك انه مش عايز يقلق الملكة في اول يوم ليها. وبيبقى عارف ان الملكة في الوقت ده بتقابل الملكات الكبار. وبيبقى متشوق جدا يعرف هيات الصرف ازاي. وفي الوقت ده بتكون الملكة في طريقها لاجناح الملكة الكبيرة. وبتبقى متضايقة جدا بسبب التجل هي لابسال انه تقيل. وبتقول لتشوين الفرح خلص. فبتعرفها تشوين هي لازم تبقى لابساوي بتحيي الملكة الكبيرة وبتحيي مسؤولين البلاط. فبتسألها الملكة ان كان الفرح هيخلص بعد كده. فبتقولها هونجيون ان الملك لسه هيعلن تعيينها كملكة. فبتكتشف الملكة ان الفرح مش يخلص خالص. وساعتها بتفكر الملكة ان هي تقابل الملكة الكبيرة. واللي بيكون في ايديها كل حاجة. وبتسألت شوية عن الملكة الكبيرة. فبتقول لها ان هي ح seria من كبار عيلة كيم. وان هي اخت القائد جوه. لكن الملكة الام من عيلة جون. فبتدرك الملكة ان في اسراع بين الملكة الكبيرة والملكة الام. لكن هي بتقرر انها تبقى في صف الملكة الكبيرة. وفي الوقت ده بتشوف الملكة واحدة واقفة بعيد. وبتطلب من الخدمين ان هما يوقفوا بسرعة. وبيزهر ان جين هي الوقفة ومستنية الملكة. لكنها بتتصدم لما بتشوف الملكة قدامها وبيظهر ان جانج معجب جدا بجين وبيعايز يبهيرها وبيسألها لو كانت تايها بسبب ان الاصر كبير جدا وبيقرب منها عشان يتعرف عليها لكنه بيقع بسبب الفستان اللي لابسه بس بيلحق نفسه وبيفضل يعاكس جين واللي بتعامل الملكة بطريع وحشة وبتوصل هون جيون وبتسألها الملكة ان كانت تعرف جين فبتعرف انها محظية الملك وبتعرفها نفي اشعة في الاصر عن ان هي اللي رميتها في البحيرة في نفس الوقت اللي اقول بتتكلم فيه مع جين وبتقولها ان الملكة فقدت ذاكراتها لكن هي متأكدة انها بتجدب وبتطلب من جين ان هي تحذر منها لكن الملكة بتبقى برضو عايزة تتعرف علي جين وبتقولها انه باين عليها ان هي بنت طيبة وبتمديلها ايدها عشان يبقوا صحاب ودلق انها معجبة بيها فبتسألها جين ان كانت قرارت تغير طريقتها وبتستهرها بالملكة لما جين بتقولها ان هي بفضلها بيتقدر تعرف المكان اللي هي فيه وادركت ان الاصر مكان سيء ومش بتفهم الملكة حاجة وبتحاول تدفع عن نفسها عشان تعجبها لكن جين مش بتديلها فرصة وبتمشي لكن الملك بيوصل وبيقولها انه كان بيدور عليها في الاصر المنفصل لكنه ملقيهاش فبتقوله جين ان هي كمان رحت هناك فبيقولها الملك ان قلبهم هو اللي وصلهم لبعض فبتدائي الملكة جدا عشان جين معجبة بالملك وكل اللي موجودين بيكونوا مفكرين ان هي غيرانا على الملك ولي بيطلب من الملكة ان هي تعيين جين محظية في اسرعواق فبترفض الملكة وبتقول ان هي مجهولة لكن الملك بيجبرها وبيقولها ان دا امر ملكي فبتبصت جين وبيتتحك عليها لكن الملك بيتصدم لما الملكة بتفع الارض وبعدها بتودع جين وبتقولها ان هي مضطرة تسيبها وبترفع الفلسان بتاعها في وش الملك وبتسيبه وبتمشي وبعدها بيتكلم مع جين وبيقولها ان هي تبقى زوجته اخيرا وبيعرفها ان هما كانوا هيعملوا فرح رسمي لكن مسؤول الطبخين شافها ويوقف على البحيرة وقت ما الملكة وقعت فيها وان المسؤولين بيلموها على الحادثة عشان كده هو قرر يعينها محظية بسرعة فبتقوله جين ان هي راحت البحيرة بسبب الصوت اللي كان هناك فبيطلب منها ان هي ما تقلقش ودل انه دفع عنها وقال ان هي كانت عنده في الجناح وبيوعدها انه هيحميها حتى لو هيخاطر بحياته علشانها وعلى الرغم من انه ما يملوكش اي حاجة الا ان عنده اخ كبير بيخاف عليه وصاحب كسول وبنت جميلة بتحبه فبتتبسط جين جدا وبتحس ان الملك بيحبها بجد وفي الوقت ده بتوصل الملكة لجناح الملكة الكبيرة ومش بتبقى عارفة تفرق بينها وبين الملكة الام واللي بتتفاجئ لما الملكة بتحييها الاول لكن الملكة بتلحق نفسها بسرعة وبتقول الملكة الكبيرة ان شكلها صغير جدا وعشان كيها يتلغبطت فبتتبسط الملكة الكبيرة بكلامها وده لانها عايزة شكلها يبقى صغير على طول وبتقول لها الملكة الام ان هي تعرضت لحدث قريب وان اكيد هي لسه مريضة فبتتعصب الملكة الكبيرة عليها وبتقول لها ان الملكة كويزة وبيدرك جانك ان فيه سراع بين الملكات حتى لو حاولوا انهم يديروا وبيتصدم لما الملكة الكبيرة بتقولوا انه لازم يركز ويخلف وليه العهد وبتبدأ الملكة الام تشرح له زي هيجيب الطفل فبيوقفها جانك بسرعة وبيقولها انه عنده معلومات كفاية فبتتحك الملكة الكبيرة وبتقول ان الملكة كاب بتتضرب من زمان عشان تبقى الملكة وبعدها بتروح الملكة البلاط وبيشوفها الملك وهي مش عارفة تنزل من عربيها بسبب الفستان اليالة بزي وبعدها بيدخلوا القاع وبتنبهر الملكة بيها وبيبدأ الوزراء يعرفوها على نفسهم وبيكتشف جانك ان عالية كيم وعالية جوم سيطرين على الحكم وبيبقى عارف ان عالية كيم كانت مشهورة في التاريخ بسبب السمعة السيئة وده لانهم كانوا بيبالغوا في جامعة ضرائب بدعم من الملكة والملكة الكبيرة وكمان عزبوا الناس اما عالية جوم كانت مشهورة بخياتة الملكة الام لما كان ابنها في الحكم وبنعرف ان الملكة الكبيرة هي اللي قتلته لانه كان عايز يقضي على فساد عالية كيم وبعد ما مات سيونج بقت الملكة وبسبب عالية جوم خسرت وبيفضل جانك يدور على اهم واحد في الفترة دي وهو والد جوا وبيتحمس جانك جدا لما بيشوفه وده لانه عارف ان السلطة الحقيقية كانت في اده هو وبيتفاجئ الملك لما جوا بيطلب منه انه يخلي والد الملكة يبقى المسؤول عن الحراسة الملكية على الرغم ان الامير يونج اخو الملك هو المسؤول عن الحراسة وبيقول جوا ان الملكة هي اللي اقترحت الاقتراح ده فبيسألها الملك ان كانت فعلا قالت كده لكن الملكة مش بتبقى عارفة حاجة ومع ذلك بتقرر انها تقف مع جوا وده لان جانك بيقف في صف الفيز على طول وبتقول الملك ان هي مهتمة بامانه لدرجة انها فضلت طول الليل صحي عشان تحرصه فبيدائي الملك منها وكمان لما الملكة الكبيرة بتكبره ان يوافق لكن جانك بيستمتع جدا لدرجة انه بيبقى عايز يأكل فشاره وبيتفرج عليهم وفي الوقت ده بتقع الملكة من على الكرسي وبتتصدم لما الملك بيقول انها اكيد مرهقة من الليلة اللي فاتت وبيبقى عايز يباني انهم دخلوا في علاقة وبتقولوا الملكة انهو بيتظهر بالقوة فبيمثل عليها وبيفهمها انهم دخلوا في علاقة لكن الملكة بتبقى متأكدة انه بيجدب ومع ذلك بتقلق وبتفضل طول الطريق تفكر وبتسأل الخدمات بتوعها ازاي تعرف ان كانت تتجوز ولا لا لكنها بتكتشف ان هون جيون لسه صغيرة وان تشوي شبه الرهيبات وان هي مش تعرف تستفيد منهم وفي الوقت ده بتشوف خدامة الملكة وبتتراب وبتوطي على الارض بسرعة وبتفضل بنتها تعايت من الخوف فبتستهرب الملكة لكن تشوي مش بتديلها فرصة عشان تفهم وبتمشي الخدمة بسرعة وبنروح للملكة الكبيرة واللي بتكون قاعدة مع اخوها وبتقوله ان هي قلقان على وضع الملكة وده اللي انه باين عليها ان هي مش كويسة وان هي كانت جريئة وشجاعة بالحادثة فبيتفق اخوها معها وبيقولها انه كانت باين عليها ان هي مش مهتمة خلال مراسم التحية فبتقوله الملكة الكبيرة ان هم لازم يقدبوا سلوكة عشان ما يدوش فرصة للعمة انهم يتكلموا وبتسأل جون كانت تأكد ان جين كانت مع الملك ليلة الحادثة فبيقولها انه حقق في الموضوع واكتشف انها دخلت القصر بعد الحادثة ب15 دقيقة فبتستغرب الملكة الكبيرة وبتبقى عايزة تعرف من اللي عمل كده لكن اخوها مش بيبقى مهتم يعرف مين قد ما مهتم يلبسها المين وفي الوقت ده بتعين الملكة جين كمحظية وبتكتشف انها من قلة جون وعشان كده اتهموها بالحادثة وبيعجب جونج بها اكتر لانها خطيرة وبتمد الملكة اديها تاني الجين وبتطلب منها ان هما يبقوا صحاب وان هي تكتشف انها مثالية لما تتعرف عليها على الرغم من عيوبها الكتير وبتقول لها ان هما بقوا عيلة دلوقتي وعشان كده هي عايزة تسألها عن الملك وبتتصدم جين لما الملكة بتسألها ان كان الملك بيكدب وده لانه كدب على موظفين البلاط وفاهمه من هما تجوزه لكن جين مش بترضى تسمع باقي الكلام وبتقولها انها مش فاضية فبتعتذر لها الملكة وبتسيبها وبتمشي لكن جين قبل ما تخرج بتعرفها ان الملك مش من النوع ده فبتحطر الملكة ومش بتبقى عارفة يا تقصد ان الملك مش بيكدب ولا انه فاشل في الجواز وبتحس الملكة انها هتتجنن وهي بتحاول تعرف الحقيقة وبنروح للملك اللي بيكون في المكتبة وبيقرأ ورق قدامه بالمتشألب وبيطامن المساعد بتاعه لما بيشوفه وبيعمل كده وبنعرف ان هو بيرقبه وبيوصل معلوماته للملكة وبيظهر ان الملك مش مركز في اللي بيقرأه وده لانه بيفتكر اللي حصل ينفرحه على الملكة وانه سابها في نص الليل وخرج مع اخوه وهون جو الفرقة اللي مكونينها وبيظهر ان الملك مش ضعيف زي ما هو باين وانه هو بيعمل كده عشان ما يخلش الملكة تلاحظه وبيعمليه وبيخرج الملكة ومتخفى عشان يدور في خزانة القصر عن استجل اللي والد الملكة مسجل فيه فساد إيلة كيم وبيدور الملكة عليه عشان يتخلص منهم ومن وصايا الملكة على الحكم لكنه مش بيلاقي استجله وبيضطر انه يهرب هو والفرقة بتاعته بسبب ان الحرس عرف وجودهم وبتظهر واحدة شايلة طفلة على الطريق وهم بيهربوا وبيوقع ابنها على الارض فبيقرر الملك انه يضحب امانه وبيجرع الطفل وبينقذه قبل الحصان ما يدوس عليه وبعد كده بيرجع للجناح بتاعه قبل ما المساعد بتاعه يشوفه وبنرجع للحاضر وبيفضل الملك يفكر في المكان اللي السجلات ممكن تكون فيه وفي الوقت ده بتدخل الملكة عليه فبيقولها الملك انه مجغوله مش فاضي يتكلم فبتلاحز الملكة انه بيقرأ بالغلط وبتقوله انها تستنى لحد ما يخلص وبتعرف ان هي عينة جين محظية زي ما هو عايز وبتطلب منه انه ينام في القصر بتاعها من الليلة وبعدها بتطلب منه انه يتكلم معه بصراحة عن الليلة اللي فاتت لكن الملك بيبقى مصر على رأيه فبتطلب منه انه يعمل اشارة بايده انه كان بيجدب عليها ده ما هو مش عايز يتكلم فبيقولها الملك انه مش بيجدب ابدا فبتدقى الملكة وده انها مش بتقدر تعرف ان كان الملك بيتكلم بصراحة ولا بيجدب عليها وبتحاول هونج يون انها تهون عليها وبعدها بتطلب تشوي منها انها تجهز عشان يبدأوا دروس اداب السلوك فبتقولها الملكة انها مش محتاجة لانها مؤدبة لكنها بتتحمس لما بتعرف ان الملكة الكبيرة هي اللي امرت بكده وبتوافق على طول عشان ترضيها وتخليها ترجع البحيرة تاني وبتبدأ الملكة الدروس وبتعلمها تشوي ازاي تمشي وتاكل وتقعد لكن الملكة بتفشل في كل الاختبارات وبتتعب جدا وبتقعد تاكل وبتطلب من هونج يون ان هي تاكل معيها لكن فجأة بتفتكر الملكة اللي حصل يوم الحادثة وانه وقتها كان بتتكلم مع الملكة عنده البحيرة وطلبت منه انه يحبها وبيكتشف جانج ان الملكة كانت بتحب الملك لكن هو كان بيحتقرها وبتحس الملكة ان قلبها بيدق جدا وبتترعب تشوي وهونج يون وبيفكروا ان الملكة تسمت وفجأة بتفوق الملكة وبتبقى مبسوطة جدا لانها ادركت ان الملك كان بيكذب عليها وان هو ما تجوزاش ولا حاجة لانه مش بيحبها ومش بس كده لكنه كمان كان عنده نفس خطتها وكان عايزها تسكر عشان ما يقربش منها وبتتفاجئ الملكة لما بتشوف هونج يون وبيتعيط وده لانها كانت خايف عليها جدا وبتحضنها الملكة وبتطمنها وبعدها بتروح عند الملكة الكبيرة وبتعرفها انها حضرت دروس ادب السلوك وبتطلب منها انها ترجع البحيرة فبترفض الملكة الكبيرة وبتعرفها انها تتعاقب الخدمات بتوعها وهتقتلهم لكن هي مرضتش تعمل كده قبل الفرح وكتفت بانها صفت الميل في البحيرة وانها ترجع تقتل الخدمات لو هي عايزة البحيرة ترجع فبتخاف الملكة منها وبتفضل تدور على حل وبتعرض عليها انها تقضي 3 يام مع الملك مقابل انها ترجع البحيرة فبتوافق الملكة الكبيرة لكن على الشرط انها تقضي 7 ايام فبتوافق الملكة وبتوعدها أن هي تحمل في أمير لكن جانجي بيبقى عارف أن ده مش يحصل لأنه يرجع لجسمه أول ما البحيرة تتميلي وفي الوقت ده بتقابل الملكة لأم جين عشان تخليها توقف في صفها وتبقى معيها لكن جين بترفضه بتقوله أن السبب وجودها في القصر هو خدمة الملك وبس فبتتحرج الملكة وبتقرر أن هي تضيقها وبتعرف أن هي تبقى وحيدة في القصر بسبب أن الملك هيقضي وقته في جناح الملكة وده لأنها هي اللي طلبت من الملكة الكبيرة أن هي تبقى مع الملك وبتدأي جين جداً وبتفتكر اللي حصل يوم الحادثة وبيظهر أن الملكة فعلاً هي اللي رمت نفسها في البحيرة ووقتها جين خافت وهربت وبتدخل أول على جينه وبتبقى حزينة عليها جداً بسبب أن الناس بيتهموها بالباطل وبتقولها أن الملكة هي اللي رمت نفسها وأنه لسق حظها أنها كانت موجودة وبتسكت أول بسرعة وده لأنها بتدرك نهاية غلطة وده لأنه ممكن أي حد يسمعها منفصل اللي جين موجودة فيه فبتطلب الملكة منه أنهم يحافظوا على سياسة فبيستهرب الملك ومش بيعرف معنى الكلمة إيه فبتقوله الملكة أن معناها أنهم هيعيشوا بسعادة وهم بيدعم بعض وأن كل واحد فيهم هيعمل اللي هو عايزه فبيرفض الملك وبيقولها أنه مش عايز يسيبها لكن الملكة مش بتصدقه لأنها عارفة كويس أنه بيكرهها وعشان كده بتقترح لأنهم يدخلوا في علاقة فبيوافق الملكة أنه يبعد عنها وبعد ما بيمشي بتغير الملكة هدومها وبتلبس هدوم رجال عشان تخرج من الأصر وبتحذرها هون جيون لكن الملكة بتكذب عليها وبتفاهمها أنها عايزة تشوف بنفسها إذا كان الشعب بيعاني ولا لأ فبتعرفها هون جيون أنها لازم ترجع للأصر أول ما تسمع صوت الجرز ودل أن الأصر هيتقفل بعدها على طول وبتبص الملكة على نفسها في المراية وبتسأل هون جيون عن شخصيتها قبل ما تعمل الحدثة فبتقولها أنها كانت لطيفة ومتفاقة دايما وبتبدأ هون جيون تقولها الحقيقة وبتعرف إن هي كانت دايما بتتعصب عالخدم لدرجة إن هي جلتت واحد لأنه كان بيرشف قدامها لكن هون جيون بتبقى عرفة شخصية الملكة الحقيقة وبتقولها إنها كانت بrettامل هذا حزنها لأنها كانت وحيدة في الأصر وكمان الملك كانت بيتجهلها عشان جين لكن الحقيقة إن هي كانت زكية وبتامل أي حاجة هي عايزيها فبتقولها الملكة إنها مش وحيدة لأنها موجودة معها وفهمها وبتوعدها أن هي ترجع القصر من غير ما يتقبض عليها عشان خطرها فبتتأثر هونجيون وبتتبزد وفي الوقت ده بيظهر بوينج ابن جوا بالتبني وبنعم الملكة وبيظهر أنه كان مسافر أثناء الفرح وبيتخض لما بيعرف من والده اللي حصل للملكة وبيسأله جوا ان كان قرر هيبقى المسؤول عن ايه في البلاط فبيقوله بوينج أنه لسه بيفكر وبنرجع للملكة واللي بتقابل هون ويخرج من القصر وبتكتشف أنه ابن حد من الوزراء بسبب لبسه اللي بيباني عليه نغالي جدا وعشان كده بتقرر نهاية استغيله عشان تعرف تخرج من القصر من غير ما حد يكتشفها وأول ما بتخرج بتضرب هون فرقابته وبيغم عليه وبعدها بتخرج وبتروح لمالها ليلي وده لأن جانجي عايز يشوف ستات وبيدي فلوس كتير لصاحبة الحانة واللي بتكتشف على طوله أن واحدة ست ومع ذلك بتوافق أنها تدخله ستات بسبب الفلوس الكتير اللي بيدها لها في نفس الوقت اللي بونج بيكون فيه في نفس الحانة وبيقابل واحد من قيلة جوا واللي عايز يوظف ابنه في الحكومة فبيوافق بونج انه يساعده لكن على شرط ان ابنه يبقى درعه اليمين وبيبقى مستعد يضحب حياته علشانه فبيوافق الرجل على طوله وبيشكره وبيظهر ان الملك هو كمان في المالها وبيكون مع يونج أخوه وصاحبه عشان يتكلموا عن السجلات من غير ما حد يسمعهم وبيشوكوا انها موجودة في بيت والد الملكة نفسه وبيخاف يونج ان قالت كم تكون اكتشافتهم وعشان كده عايزين والد الملكة يبقى قائد الحرس لكن الملك بيطمن اخوه بيقوله انهما لو عارفوا ما كانوش هيبقوا عايشين لحد دلوقتي وفي الوقت ده بتخرج الملكة وهي ساكرانة وبتبقى عايزة تدخل الحمام وبتتلغبط وبتدخل حمام الرجالة وبتفتكر ساعتا انها بقت ست ومش تعرف تعمل حمام في حمام الرجالة وبتحبط الملكة وبتبقى حزينة وبيظهر النبونج موجود في الحمام وبيتصدم لما بيشوفها ودلق انه بيتعرف عليها على طول لكن الملكة مش بتبقى عارفة وبتخرج من الحمام ومش بتبقى فاكرة القوضة اللي كانت فيها وبتدخل قط الملك بالغلط واللي بيتصدم اول ما بيشوفها وبيفكر انها بتتجسس عليه فبيداري وشه بسرعة لكن الملكة مش بتتعرف عليه وفجأة بتسمع صوت الجرس فبتجرى على طول عشان تلحاها قبل ما يتقفل وبيخاف يونج ان الملكة تكون سمعتهم وعرفت مخططهم وبيبعايز يقتلها لكن الملك بيمنعه وبياخد السلاح منه وبيجري وراها بعد ما بيخب وشه وبالقماش بتعهدهم وبتتصدم الملكة لما بيظهر حد فجأة وبيرفع عليها السلاح وساعاتها بتقع على الارض ومش بتبقى فهم ايه اللي بيحصل وبيستنى الملك رد فعلها ودل انها لو قالت انها ما سمعتش حاجة هيتأكد انها سمعته وساعاتها يقتلها وبيتفاجئ الملك من رد فعل الملكة واللي بترميله فلوس كتير وبتقوله ان ده كل حاجة معيها ودل انها بتفكره حرامي لكن الملك بيفكر ان هي بتماطل وبيرفع السلاح فبتترعب الملكة وبتسأله ان كان عارف يمين وبيفكر الملك ان هي تقول انها الملكة لكنه بيتصدم لما بتقوله ان هي خدمت في القوات الخاصة في الجيش ومش بقى فهم حاجة من اللي بتقوله خصوصا ان هي بتطلب منه انه يدخل معها في القتال وبيستقرب الملك من الكلام الغريب اللي بتقوله ومع ذلك بيحس ان هي بتتكلم بصدق وفجأة بيظهر بونج ابن عم الملكة واللي بيدفع عنها وبيرمي السف بتاعه ناحية الملك وساعتها القماشة اللي على وشه بتقع لكن الملك بيلحق نفسه بيخاب بيوشه بسرعة وبيتبارز هو بوينج وبتتحمس الملكة جدا وهي بتشوفهم وبيحاول بوينج انه يكشف وش الملك بقى طريقة لكنه بيفشل بسبب هونج واللي بيدخل بسرعة وبينقذ الملك ومش بيعرف بوينج من اللي كان عايز يقتل الملكة لكنه بيلاقي القماشة اللي كانت على وشه وبيخليها معه عشان يعرف من الجاني وبيطلب من الحرس انهم يخرجوا ويدوروا عليه وبتستغرب الملكة لما بوينج بيناديها باخته وبتستغرب اكتر من نظريته ليها وبعدها بيقوم عليها بسبب السكر لكن بوينج بيفكر انه حصل لها كده بسبب الصدمة وبنروح ليونج وهونج واللي بيمثلوا على الحرس انهم بيلعبوا اموره وبيتخنقوا مع بعض وبيمثلوا انهم بيدرابوا بعض كمان عشان الحرس يمشي وساعتها الملك يعرف يخرج وبيدخل يونج على اخوه وبيسألوا ان كان كويس وبيفكروا ان بوينج والملكة متأمرين عليهم لكن الملك بيبقى متأكد ان عالية كم مستحيل يستخدموا الملكة كطعم خصوصا ان رد فعل الملكة كان غريب جدا وبيقرر انه ما يتصرفش باندفاع لحد ما يكتشفوا الحقيقة فبيسأل يونج عن اللي هيحصل لو الملكة سمعت كل حاجة فبيقولوا الملك ان هو اللي وجهها ومتأكد ان هي ما سمعتش حاجة وبيطلب منه ان يصق فيه لكن لو طلع حكمه وكان غلط ساعتها يضطروا ويتقتلوا وبنرجع لبوينج واللي بيدخل الملكة الجناح بتاعها وبيطلب من الحرس انهم يخلوا موضوع سر بينهم وفي الوقت ده بيفتكر بوينج اللي حصل بينه وبين الملكة واني لقاها قاعدة جنب البيري اللي في بيتهم وبتعيط وبتقولوا ان هو الوحيد اللي بيدور عليها لما بتختفي فسألها بوينج عن اللي بتعمله فرحة تانيوم فقالت له ان هي حاسة انها تتجنن وعشان كي يثبت القصر ومع ذلك ما فيش مكان تروح ليه وساعتها بوينج دخلها مكان بيدة عن المطر وولع نار عشان تدفة وقال لها انه هيرجع القصر من غير ما حد يلاحظ وقطع عياطة الملكة وقالت له ان حلمها اللي بفضل طول عمرها تحلم به هيتحقق تانيوم وان هي تبقى الملكة وبتعترف الملكة انها خايفة تعيش فبينادلها بوينج برسمية لكن الملكة بتطلب منه انه ينادلها باسمها الحقيقي عشان ما تنساش نفسها فبيسألها بوينج عن اللي هي خايفة منه فبتقوله سويونج انها حاسة ان هي واحدة مختلفة وان دي مش حقيقتها فبيحاول بوينج انه يهديها وبيقولها ان هي الست اللي عارفها طول عمر وحبها في السر فبتتفاجئ سويونج لما بيوعدها انه مش هيسيبها ولا ينسيها وبيقرب بوينج منها وبيبوسها وبنرجع للحاضر وبيسأل بوينج نفسه عن الحصن في الليلة دي والتاني هون بتفوق الملكة وهي تعبانهم صدع من قصر الشرب وبتقولها هونج يون ان هي طلبت الدكتور لكن الملكة بترفض وبتقولها ان هي تقتله لو قرب منها فبيترعب الدكتور لما بيسمعها وبيهرب قبل ما يدخل لها وبيستغرب جانج من اللي هو فيه ودلقنه كمان بيتحمل الشرب وعمره ما حصله كده وبتسأل الملكة هونج يون ازاي رجعت الجناح فبتعرفها ان ابن عمها هو اللي رجعها فبتسألها الملكة عن تشوي وده الإنام الزهرة فبتعرفها هونج يون ان بوينج بعاتها برا القصر عشان تتأكد ان مفيش حد اكتشفها فبتقولها الملكة ان هي محتاجة تفوق وبتطلب منها ان هي تعملها اندومي وبتقولها عالطريق عشان الطبخ الملك يعمله لكنه بيفشل وبيفضل يعمل كذا نوع لكن كل مرة بيبقى وحش وبيتعصى بالطبخ الملكة وبيفضل يزعه وبيقول انه هيستقيل وان كان اكله مش عاجب الملكة فتنزل وتطبخ بنفسها فبتقرر الملكة ان هي تطبخ بنفسها فعلا وبتستعرب هونج يون وبتبقى خايفة جدا على الملكة وده لانه عمرها ما طبخت قبل كده لكن جانج بيبقى عارف وهيعمل ايه وبتقول الملكة لهونج يون ان هي حتى لو مش بتعرف تطبخ هتطبخ احسن من الطبخ الملكي واللي بيتصدم لما بيشوف الملكة وهي بتطبخ وبيحاول يصبر نفسه بان اكيد الاكل طعمه مش حلو وبيقول الطبخين اللي معاه انه بيطبخ من 30 سنة وان الطبخ حاجة مسهلة وبيقرر الطبخ انه يدوه الاكل وساعتها بيتصدم من كتر حلاوته وبتبدأ الملكة تاكل الاندومي اللي عملته وبتبقى مبسوطة جدا وبتاكل هونج يون معاها وبتقولها انها ما دقتش الطعم ده في اي مكان قبل كده ومش مصدق انها تغلبت على الطبخ الملكي وبتدقي الملكة لما الملك بيزورها في الجنيح وبتحاول انها تغير الموضوع لكن الملك بيكتشف انها بتغير الكلام وبيسألها ان كانت سكرانة فبتكذب عليه وبتقوله مستحيل فبيقرب الملك منها وبيبص في عينها وبيتأكد انها كدابة بارعة وبتقرف لما بتكرع في وشه وبتقوله ان هو اللي قرب منها زينا عن اللزوم فبيسيبها الملك وبيخرج على طول وساعتها بيقابل يونج اخوه وبيمثل قدام المساعد بتاعه انه بيحضنه عشان يطلب منه انه يجهز الفرقة ودل انه مش متأكد ان كانت الملكة تعرف حاجة ولا لا وبنرجع للملكة واللي بتتفاجئ لما بوينج بيزورها في الجناح بتاعها وبتشكره على العمل معيها لكنها بتتصدم لما بيقولها انها وحشيته وبتقرر انها تجاريه وبتقوله ان هي كمان اشتاقت له لكنها مش بتبقى فهم حاجة خصوصا لما بوينج بيقولها انه ما كانش يعرف ان هي وقت في البحيرة وان هي قبلها قالت له انها خايفة فها بتحاول الملكة تمثل قدامه ان هي فكرة وبتقوله ان هي بتخاف من البشر ودل انهم اكتر حاجة مرعبة في العالم فبيسألها بوينج ان كان فيه حد بيحاول يقزيها وبيفكرها بالشخص اللي كان عايز يقتلها ويا ساكرونا لكن الملكة مش بتبقى فاكرة وبتخاف جدا على نفسها وبيكتشف جانج ان الملكة في خطر ودل ان فيه شخصين عايزين يقتلوها وبيحزن بوينج لما بيكتشف ان هي نسية اللي حصل ما بينهم يوم الحدثة وبتقوله الملكة ان هي مش فاكرة حاجة وان ده مش مهم بالنسبة لها وبتسأله عن الشخص اللي كان عايز يقتلها فبيقولها بوينج انه باين علي انه مش شخص عادي بسبب مهاراته في القتال وكمان نوع الهدوم اللي كان لابسها واللي بيظهر ان هي غالية جدا وبيظهر كمان ان في حد بيساعده فبتقوله الملكة انه لا كانت هتبقى ميتة وان هي مبسوطة لانهم اتقابلوا فبيستغرب بوينج ودل انها مش فاكرة اللي حصل في الحمام وبيسألها عن سبب خروجها من القصر فبتقوله ان هي كتحسب الملل وكتعايز تشم هوا وبتطلب منه ويخلي اللي حصل سر بينهم ودل انها بتخاف ان الملكة الكبيرة تعرف اللي حصل وساعتها تمنع من الخروج او تتحرك براحتها وكان مش تقدر ترجع البحيرة فبيقولها بوينج انه هم لازم يلاول جاني فبتوافق الملكة لكن على شرط انهم يعملوا كده في هدوء فبيسألها بوينج عن الاشخاص اللي كانوا عارفين بخروجها فبتقوله ان هونجيون بس فبيقرر بوينج انه يرائبها كتير اقرب الناس بيكون هما الاخطر فبيخاف جانج وبيقتنع بالكلام ودل انه عارف كويس من التاريخ ان الاسر اكتر مكان مليان مخططات وانه مكان خطير بحس ان المتوسط العمر المتوقع في قصير زي الحروب فبيطمنها بوينج وبيطلب منها ان هي ما تخافش وبيوعدها انه هيحميها فبتشكره الملكة وبتقوله ان هي هتحمي نفسها فبيزعل بوينج ودل انه بيحس ان هي بتتصرف بقوة قدامه ولما بيخرج من عندها بيكلم نفسه وبيقول انه عمره ما ينسى اللي حصل ما بينهم وانه هيفضل محفورجه وقلبه وبيقرر انه يعرف من اللي كان عايز يقتلها وبأي تمن وفي الوقت ده بتكون تشوي برا الاسر وبتعدي على محل لخيوت الحرير وبتدخله عشان تشتري خيوت للملكة واللي معروف عنها نياه بتحب التطريز لكن صاحب المحل بيفكر انها محتاجة حاجة تانية وبيدخلها قوضة وبيقفل الباب وبيديع منظار وبيطلب منها نياه تبص فيه وبتتصدم تشوي لما بتلاقي فيه صور لرجالة بعضلات وبنرجع للملكة واللي بتكون في المبخ وبتفضل تفكر في كلام بوينج ومش بتبقى واثقة فيه شخصيا وبتقلق من كل اللي حواليها لكنها بتقرر تامل الحاجة اللي بتحبها وهي الطبخ وساعتها هتكسب كل في الاسر عن طريق اكلها وبتلاحظ الملكة ان الملكة الكبيرة رجعت الاكل وبيمنع الطبخ الملكة من هنا تبص عليه وده لانه ممكن يكشف معلومات عن الملكة وصحتها فبتقول الملكة ان هي تطبخ معا وساعتها عيبان من الرئيس فيهم فبيستهون الطبخ الملك بها وبيمشي لكن الملكة بتوقفه وبتقوله انه خاف من الخسارة خصوصا من واحدة زيها ما طبختش قبل كده فبيوافق الطبخ الملك انه يتحديها وبيبدأهم الاتنين يطبخوا وبتنجح الملكة وبتخلص قبله فبيتعصب الطبخه وبيقولها ان السرعة مهمة لكن الطعم اهم فبتوافق الملكة على التحدي وبتطلب من كبير المفاتشين انه هو اللي يدوق وده لانه مش بيشتغل مع الطبخ ومش هينحزلي وبيينبير كبير المفاتشين بالاكل وبيقولها ان عمره مداء الاكل ده قبل كده وفي الوقت ده بتدخل طفلة صغيرة المبخ فبيستغلها الطبخ وبيجتمها عشان يوجه كلام للملكة من غير ما يجتمها في وشها فبتقوله الملكة انه اكيد مش قصدها هي بالكلام ده فبيخاف الطبخ الملكة وبيقولها ان اكيد مش هي وبيانهر وبيعيط لكن الملكة مش بتهتم وبتقرر ان هي تبقى رئيسة الطبخين وبتطلب من الطبخ الملكة انه يتعلم منها وبعدها بتدخل هون جيون عليها وبتعرفها ان الملكة عندها في الجناح فبتدق الملكة وبتسأله عن سبب زيارته فبيقولها انه افتقدها وبيسأله عن الكلمات اللي قلتها ويا سكرونها زي القوات الخاصة وطبخ الجيش لكن الملكة مش بتبقى فاكرة حاجة وبتقوله معاني غلط فبيقولها الملكة ان لسانها طويل وانه اكيد هي مدائقة من حاجة وبيطلب منها انها تحيله وبيعرفها انه مش هيروح القصر الملكي وهيفضل معيها فبتقوله الملكة انه مفيش حاجة مدايقاها وانها حياتها مؤخرا كانت مثالية فبيسألها الملكة ان كانت قبلت حد بحاجة انه عايز يعرف يومها مش ازاي لكن الحقيقة انه عايز تأكد اذا كانت سمعت حاجة ولا لا فبتقوله الملكة انه ابنع مع ظهرها وبتحس ان الملك بيستجوبها لما بيسألها عن اللي كانوا بيتكلموا فيه وبتكذب عليه وبتقوله انه كان بيبارك لها بمناسبة الجواز فبيسألها الملكة عن سبب كرها لي مؤخرا وبيبقى عايز يعرف ان كانت بتكرهه بسبب انها اكتشفت انه القاتل فبتقوله الملكة ان ده طبيعي وبيحصل بعد الجواز حتى لو كانوا بيحبوا بعد قبل كده وبتطلب منه انه يرجع للقصر بتاعه ان كان خلص كلامه لكن الملك مش بيرضى يمشي وبيقرر انه يبت في القصر بتاعها وبتدائي الملكة وبتفضل قلقانة وبتفكر في اللي هو عايزه منها بالضب وبتخاف اكتر لما بتفتكر كلام بوينج في نفس الوقت اللي الملك بيبقى مستني فيه انها تنام وساعاتها ممكن تتكلم ومش حاسة وتعترف بالحقيقة لكن هما الاثنين في النهاية بيناموا وبيش بيحسوا بحاجة وبيحلم الملك بالكابوس اللي بيحلم بها على طول وبتفوق الملك على صوته بتخاف جدا وبتحاول انها تفوقه واول ما الملك بيفتح انه بيتخال انها جين واللي بيظهر انها انقذته قبل كده وبتتفاجئ الملكة لما الملك بيحضنها وبتفضل تضربه عشان يفوه وساعاتها بيفكر انها تدايق لانه نادى عليها باسم واحدة تانية لكن الملكة مش بتبقى مهتمة وبتطلب منه ان يرجع اصره فبيرفض الملك وبيقولها انه مش عايز يقلق الخدمين وبيكامل نوم فبتتعصب الملكة منه وبتشد الغطى كله عليها وبتنام بعيد عنه وتاني يوم بيفتره مع بعض وبيقولها الملك ان جسمه بيوجعه كل ما ينام في الجناح بتاعها فبتقوله الملكة عشان كده لازم ينام وبيدعم بعض وبتقوله انها مش عايزة تصحى من انهم بعد كده بسبب كوابيسه لكن الملك بيبقى مصره انه ينام في الجناح بتاعها وبيقولها انه بعد كده هيقول اسمائل او جاله كوابيس فبتف الملكة على الارضه وبتطلب منه يرجع اصره لانها مجهولة وبعدها بتقابل جين وبتلعب معيها وبيظهر ان جين موهوبة جدا في الرماية وبتشجعها الملكة لكن جين بتضحك عليها لما مش بتعرف تلعب وبتدائق جدا لما الملكة بتعرفها ان الملك نام في الجناح بتاعها لكنها مش عايزة كده وبتطمنها ان مش يحصل اي حاجة ما بينهم فبتفكر جين ان هي عايزة اتخلاها تغير وبتحاول الملكة انها تكتشف ان كانت جين هي اللي ورقت لها فعلا ولا لا وبتحاول ان هي تحسن علاقتهم لكنها بتتفاجئ لما جين بتقولها ان هي مش بتصق فيها وان هي كمان بقت اسوأ من الاول لانها بتحاول تبقى كويسة في وشها وبتتكلم عليها من ظهرها وبتتهمها نية اللي رمتها في البحيرة وبتتصدم الملكة لما جين بتعرفها نية اللي رمت نفسها وان ما فيش حد زقها وبتروح الملكة المبخ وبتفضل تفكر في كلام جين وبتحس ان كلامها حقيقي لكنها مش بتبقى فاكرة حاجة وفي الوقت ده بيوصل اكل الملكة الكبيرة واللي بيظهر نية ما كانتوش زي كل مرة فبتسأل الملكة الطبخ الملكي يعني وجبات الملكة الكبيرة فبيرفض انه يقولها في الاول لكنه بيخاف لما الملكة بتهدده وبتفكره انها هتبقى ام ولي العهد وبيقولها الطبخ في النهاية وبتقرر الملكة انها اللي تطبخ للملكة الكبيرة وبنشوف هونجو واقف مع وزير الحربية واللي بيكون من علاية كم وبيمسل هونجا علي انه كسوله مش بيامل اي حاجة مع الفرق العسكرية وبعد ما الوزير بيمشي بيقابل هونجو وبيديله الاعشاب اللي الملك طلبها وده لانه عايز يحطها للملكة واللي هتخليه تعترف بكل حاجة وبيقابل وزير الحرب جوا وبيعرفوا ان قسم المقاطعة الملكية عبارة عن اسمه وبس وان هونجو ويونج مش بيعملوا اي حاجة من وراهم فبيصدقوا جوا وده لانه متأكد ان الملك خاف يحصل له حاجة بعد ما كل عيلته ماتوا قدام عينيه وفي الوقت ده بيكون بوينج ويف مع هون واللي بيحكيله عن صاحب واللي قابله في الاصر وبعدها على طول اختفى وملأهوش فبيهتم بوينج بكلامه وده لانه بيحس ان الشخص ده هو اللي كان عايز يقتل الملكة ومش بيعرف ان هو يقصد الملكة نفسها وبيوريله بوينج القماشة وبيسأله ان كان شافها قبل كده لكن هون مش بيعرف حاجة عنها وبنرجع للملك اللي بيحاول يفهم كلام الملكة الغريب وبيستكشف كلمة دون تتش ويفكر انها لها معنى بوزي وبيدخل يونج اخوه عليه وبيديله الاعشاب اللي طلبها بعدما مساعد الملك بيخرج وبيقوله الملك ان هم لازم يتحركوا بسرعة وفي الوقت ده بتكون الملكة في المطبخ وبتقرر ان هي تطور الفرن وبيداء طبخ الملك من تدخلها لكن الملكة مش بتهتمه وبتبدأ تطبخ للملكة الكبيرة وبتستخدم مكونات غالية جدا وكل الموجودين مش بيقفهمين هي بتعمل ايه وبتحط الملكة الاكل في الفرن اللي عملته وبتفضل صهرانة جنبه طول الليل وبترفض انها تقابل الملك واللي بيقام استنيها في الجنيح لكنه مش بيرضى يمشي وبيقرر انه يستنيها وبتنام الملكة قدام الفرن وبتصحى بعدما الاكل بيستوي وبعدها بتقدم الاكل للملكة الكبيرة واللي بتستغرب لما بتعرف ان الملكة هي اللي طبخت بنفسها وبتنبهر بالاكل اول ما بتدوقه وبتخلص الطبق كله وبتروح لها الجنيح وبتسألها عن السبب اللي خالها تخفي الموهبة اللي عندها وبتتبسط الملكة جدا وبتقولها ان هي مبسوطة ان الاكل عجبها وبتقولها انها تفرحها كل يوم وهتبقى مسؤولة عن اكلها وصحيتها وبتنجح الملكة في انها ترجع البحيرة تاني وبتطلب من الخدمين ان هما يملوها لكنها بتحس ان هما مش يقدروا ينجزوا فبتقولهم على طريقة خليهم يملوا البحيرة اسرع وفي الوقت ده بتتخاني اقول مع الخدم ودلق انهم بيتكلموا عن جين وبيقولوا ان هي لو قعت الملكة وبتقولهم اقول ان الملكة هي اللي رمت نفسها وانتحرت وبيقرر الملك انه يروح جناح الملكة بدري عشان ما تغربش منه زي كل مرة وبيبقى معها سلاح وبيقولها انه عايز يشرب معيها فبتقول الملكة ان هي بطلت شرب من فترة لكن الملك مش بيستسلم وبيطلب من الخدم انهم يدخلوا الشاي وبيعرفها ان ده شاي لياسمين العربي وانه عايز ساعدها انها تنم بهدوء لو عندها قرق فبتتبسط الملكة لكن فجأة بتشم ريحة الشاي وساعتها بتفتكر يوم ما كانت في المالها الليلي ولما دخلت القوضة على الملك شمت نفس الريحة واللي كانت في هدومه برضو وبتتصدم الملكة لما بتكتشف ان الملك هو اللي كان عايز يقتلها وبتحاول انها تتكلم لكنها بتتراجع في اخر الثانية عشان ما تكشفش نفسها بسرعة في نفس الوقت اللي الملك بيطلع في سلاحه وبيبقى نوي يقتلها لانه حس انها سمعت كل حاجة وبيخلص الجزء الاول من المسلسل الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو نايع ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام